اشتركوا في القناة اضبط ليها وركز وياها حتى تضمنها فنبلش باول تعليل اولا ساعد مناخد هوك على تنوع المحاصيل الزراعية اكيد بسبب وفرة المياه والتربة الخصبة اثنين سمية قلعة العمادية بهذا الاسم من اسمها عمادية نسبة الى مؤسسها عماد الدين الزنكي ثلاثة تتميز اربيل بموقع جغرافي مهم وهنا تركز لي ليش اربيل تتميز بموقع جغرافي مهم لانها حلقة وصل بين العراق والدول المجاورة والمحافظات الشمالية انت ما رح تتذكر الموقع جغرافي الاربيل رح تعرف انه هي حلقة وصل بين العراق والدول المجاورة اللي بصفها والمحافظات الشمالية تعليل الرابع ساعد مناخ اربيل على تنوع النشاط الزراعي ليش مناخ اربيل ساعد على تنوع النشاط الزراعي المحاصيل الزراعية اكيد بسبب وفرة الامطار والتربة الخصبة خمسة تتميز اربيل بوجود عدد من المواقع السياحية والمصايف ليش اقب اربيل مناطق ومواقع سياحية ومصايف اكيد بسبب اعتدال مناخ ستة ساعد مناخ اربيل على تنوع النشاط الزراعي اكيد بسبب وفرة الامطار والتربة الخصبة اللي ساعدا على زيادة وتنوع النشاط الزراعي سبعة سميت منارة المظفرية بهذا الاسم من اسمها مظفرية نسبة لمظفر الدين حاكم اربيل ثمانيو هذا التعليل الوزاري تركز عليه كلش ساعد مناخ السليمانية على تنوع المواقع السياحية ليش مناخ هذه المحافظة ساعد على تنوع المواقع السياحية لان مناخ السليمانية مناخ بحر متوسط فيأتي اليها السياح للراحة والاستجمع تسعى سميت سليمانية بهذا الاسم من اسمها سليمانية نسبة الى سليمان باشا الكبير اللي هو والي بغداد واسس لهذه المحافظة عشرة وهذا ايضا ما ماتي تعليل وزاري تتميز نينوه بتنوع مناخها ليش المناخ اللي بنينوه يكون متنوع اكيد بسبب تنوع تضاريسها واني ذكرت محاضرة التضاريس قلنا بما انه هي محافظة شبيرة فتقسم لثلاث اقسام تضاريسية جباليوم ومنطقة متنوجة وهذا بتجزيرة دعاش اطلق على نينوه تسمية ام ربيعين بسبب اعتدال مناخها في فصل الربيع والخريف اثم عشر سميت الموصل بهذا الاسم او صيغة اخرى لهذا التعليل يجيك سميت نينوه بالموصل لانها تصل بين الشام وخورستان او بين العراق والجزيرة بين الشام وخورستان او بين العراق والجزيرة ثلاث عشر سميت نينوه بالحدباء نسبة الى منارة الحدباء الموجودة بالمسجد النور الكبير ارباطعش وهذا ايضا مهم التعليل يتميز الموقع الجغرافي لمحافظة كاركوك باهمية كبيرة ليش محافظة كاركوك موقعها الجغرافي مهم لان من خلال موقعها رح تصير كاركوك جسر رابط بين المحافظات الشمالية والوسطى والجنوبية تمام تعليل الخمسطعش وهذا ايضا مزاري تتميز كاركوك بسيادة الطابع الزراعي تتميز كاركوك بسيادة الطابع الزراعي ليش اكو زراعة كاركوك؟ لانها تزرع العديد من المحاصيل الزراعية تذكر لهذا نشون المحاصيل القمح والشعير ليهن محاصيل زراعية ومحاصيل صناعية مثل القطن وزهرة الشمس والذرة سميت 16 سميت صلاح الدين بهذا الاسم نسبة على قائد صلاح الدين الايوبي اللي حرر هذه المحافظة 17 سميت تيكريت بهذا الاسم لان اصل كلمة تيكريت اصلها تيجريت معناها المتجر واهل سكان تيكريت كانوا يشتهرون بالتجارة يشتهرون بالتجارة يعني البيع والشراء 18 سميت سامراء بهذا الاسم نسبة الى حصن سومير الذي يمنع من دخول الاعداء سميت ديالة بهذا الاسم نسبة الى نهر ديالة اللي يغذي معظم اراضيها 20 لمحافظة بغداد وهذا ايضا تعليم مهم جدا لمحافظة بغداد اهمية ادارية كبيرة اكيد بغداد ليش تحت الاهمية ادارية لان هي عاصمة جمهورية العراق اهم شي تقول لها يا عاصمة جمهورية العراق وبيها طرق بارية ونهرية وجوية ومطار بغداد الدولي تعليل 12 ايضا مهم تركز النشاط الزراعي بالقرب من مجرى نهر الفرات بالانبار ليش الزراعة قريبة من مجرى نهر الفرات بمحافظة الانبار اكيد بسبب يعني تحللها بينك وبين نفسك بسبب النقص في كمية الانطار لانه مناخ الانبار مناخ صحراوي حار لمو حار حار فتعاني من قلة مياه الانطار 22 سميت الانبار بهذا الاسم نسبة الى مدينة الانبار التاريخية سميت الانبار بلواء لدليم نسبة الى عشار لدليم سميت واسط بهذا الاسم نسبة الى مدينة واسط الاثرية 25 كانت لمدينة بورسيبا اللي هي بابل اهمية بالديانة البابلية لانها كانت ماركز اللي عبادة الالحة نابو وكان يعبدون بها الاله نابو 26 هذا ايضا وزاري تحظى طرق النقل في كربلاء باهمية كبيرة ليش طرق النقل بكربلاء تحظى او تمتلك اهمية كبيرة لان اكيد محافظة كربلاء المقدسة من المراكز الدينية المقدسة 27 سميت خان النخيلة بخان الربع لانه يقع في ربع المسافة ما بين كربلاء والنجف 28 سميت الديوانية بالقادسية نسبة الى معركة القادسية 29 سميت النجف بوادي السلام نسبة الى مقبرتها الكبيرة واد السلام اللي هي اكبر مقبرة بالعالم 30 سميت النجف بالربوة بسبب ارتفاع هضبتها بسبب ارتفاع هضبتها وتركزلي على هذا تعليل 31 سميت الكوفة بهذا الاسم هذا اخذناه العمضة تذكرون بسبب اختلاط الحصى مع الرمل 32 سميت السماوة بهذا الاسم او صيغة اخرى لهذا التعليل سميت المثنى بالسماوة نفس الجواب لانه معنى السماوة ارضها مستوية لا حجر فيها او نسبة الى الشيء العالي علل نشاط حركة التبادل التجاري في البصرة ليش اكو تجارة بالبصرة وهي الدول المجاورة بسبب حدودها او الموقع الحدودي للبصرة مع الكويت وايران الكويت وايران وايضا تمتلك البصرة موانئ نفطية وتجارية